السلام عليكم ازاكم شباب عامل ايه يا ربطون الخير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الفيديو فيديو هادي وجميل وانا مبسوط فيه جدا يعني وعندي قصة لطالبة سابقا وفرض من عائلة الجهري او تيم الجهري حاليا وهي قصة نادا ناصر وفي بذرة نادا جديدة موجودة فيه دفعتكم وكانت معانا السنة اللي فاتت في السنة تانية كمان نورهان دفعت 2025 الثانوية عامة دلوقتي وشوية كلام كده عن الشغل فالفيديو خفيف ولزيز ان شاء الله تستمتعوا به طيب نبدأ منين تعالى كده نروح للمنصة ونروح مثلا لكرس الدعمة والحركة والورشة وهتلاقي مثلا ان المحاضرة الاولى الدعمة في النبات احنا بنزلك ملف الصبورة اللي انا شرحت من خلاله فاضغط هنا فتح الملف وهطلع هنا هاضغط فتح الملف فالملف هيتحمل ادي الملف وهنا بتكلم عن الكلام بقى اللي انا كتبته على الصبورة والعلاقات البيانية اللي رسمناها والصور اللي عرضناها وكل الشغل اللي احنا عملناه على الصبورة مع بعض معاك تقدر تشوفه وتفتكر كل تفرجت على محاضرة تقدر تبص هنا تلاقي كل حاجة اولا بس الناس اللي عملا تبص للنيولوك معلش يعني مش لازم بقى تركز في الصلعة والزلبطة فالملف ده انا كنت بعتبره من الحاجات الجميلة جدا اللي انا بعتز بيها وفهم يعني ايه الحلوة دي والطالب كده يقعد يبص بالحاج جميلة جدا يعني معاك كتاب بتاع الجهر بيذاكر منه ومعاك كتاب اللي متحم بيذاكر منه ومعايا كمان وبنحل من الكتابين وان شاء الله في الورشة نحل اكتر من كتاب التفوق وغيره ومعايا بقى الBDF ده كمان لحد ما عملنا نقلة تانية وان شاء الله ان شاء الله تحسوا باثارها على مدار السنة واثارها هيكون كبير جدا ولسه في خطط مستقبلية كمان ولكن اصبر والخير جاي لان دلوقتي لو انت رحت مثلا للمحاضرة التالتة او المحاضرة الرابعة وضريف مفاصل اربطة اوتار فتلاقي ملف الصبورة عادي خالص هنضغط هنا فتح الملف فتح الملف فانا كنت محمل الملف مرة اهوت فتلاقي فيه صورة كده نبادئ بها للمحاضرة وسهرنا سويا للأحياء مين اللي عمل الصورة دي نادا ناصر امتى 2022 امتى لما كانت طالبة معنا في كورس الأحياء من اول السنة لآخر السنة وكانت كل المحاضرات تقريبا بتلخصها بالاعلام الجميلة بتاعتها والورق العادي دوت الورق الابيض لحد ما دلوقتي معها الايباد بتاعها وبتعمل حاجات جميلة هورها لك دلوقتي فمرضو هتلاقي الملف بتاع الصبورة الكلام اللي انا كتبته الصور اللي احنا عرضناها والمفاصلة هيت ودي مفاصل اللي فيها وضروفية زلالية والاربطة والاوطار والحركات بتاعت المفاصل كلها وهكذا تمام تمام فده ملف الصبورة عادي خالص لحد دلوقتي عادي خالص ولكن لقينا في حاجة زيادة موجودة اسمها الملخص الجوهري بتاع المحاضر الرابع وكان موجود كمان في المحاضرة التالتة وهيبقى موجود في المحاضرة التانية والاولى بس بيترسموا دلوقتي وبعد كده ان شاء الله فلو فتحنا الملف فهنلاقي الصورة دي ده مستوى تاني خالص بقى ده عبارة عن صفحة كده فيها الغضريف هنا انواع الانسجة اللي احنا شرحناها الطلاق يتضم العضل والعصبي الغضريف وان هي خلاق ضروفية ونسيق كل الكلام اللي انا قلته والتغذية بتاعتها ان هي بتاخد من العظام القريبة والانتشار وهنا المعدل التآمل العظام اكتر من الغريف علشان هي شحاتة والاهمية والاماكن صور مرسومة دي مرسومة بخط الايد ايوه بخط الايد على الايباد احسن من الصور اللي انا جايبها من جوجل اصلا يعني او من الاطالس اللي هي متخصف كده ما شاء الله مرسومة بدقة جميلة جدا بعد كده هنا المفاصل اللي فيها المفاصل الغضروفية والزلالية والمقرنة بتاعت المفاصل الاربطة الاوطار يعني حاجة ملا جدا واخد بالك ان الحوائج لا تقضى بالصلاة على النبي تلاقي فيه جملة كده جميلة اللهم صلي وسلم 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 وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين مين اللي عامل ملف دوت ندى بس مش ندى الطالبة لا ندى اللي هي جزء من العائلة الجوهرية دلوقتي وفرد من ضمن افراد كتير انا بافتخر بيهم وكلهم بافتخر بيهم لان معظمهم يا اما اصدقائي يا اما كانوا طلابي فيهم من الايام ودلوقتي هم يعني مقامهم عندي كبير جدا وما فيش حاجة هتتم في الشغل الا بمجهودهم تعالوا كده نروح يعني في رحلة سريعة للندى هتلاقي ان دوت مثلا كانت محضرة هي ملخصها في المراجعات النهائية 2022 تكات التنسيق الهرموني فهتلاقي ان هي رسمة تغذية الراجعة السالبة هنا تأثير الFSH والLH على الخصية في الذكر الدورة الشهرية في الأنثى اها دي كده كنا كان جملة قلتها لكم بتاع فاكرين عامر عارفين عامر بتاع ابطال الكرة اللي هو ايه 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 هيا قفوا من جديد هيا قولوا النصرة نريد امسحوا دموع الخسارة فالنصر لصاحب الجدارة لنحيل اليأسى وطموحوا الترددوا غيروا مسموح فالشدة تصنعوا الابطال فانا قلتها كده في النص يعني قلتها كلام كده فبص لقيت نادا عاملة رسمة عامر وكتبة فالشدة تصنعوا الابطال بخط جميل اوي وده الورق بقى اللي هي كتبه ودي كلها بقى تلخصات يا كانت عاملها برسومات انا استحي ان انا افكر رسم زيها دلوقتي نادا بتكتب الغضاريف على هذا الايباد وبتعمل سيشم ما شاء الله للحاجات اللي هي بتعملها دي الميدالية بتاعتنا يترابهم بلا سكون eatsكون ويسكون بلا الطراب ان شاء الله توصلك مع الهدية بتاعتك لما تقفل اي امتحان الشامل جاي يعني بقى قصmania ؟قصدي يعني ان شاء الله يتقفل ان شاء الله يتجيب درجة كويسة يعني ان شاء الله تجيب درجة كويسة يعني امنتحاناتنا بتبقى صعبة شوية مالش بأخباب , بس خلي بالك محدش بيحاول بيجيب صفرة في التحانة الجههة ممكن تجيب ثلاثين من ستين ان شاء الله بس صفر لأ ان شاء الله تجيبه درجات كويسة دي كانت اول محاولة لندى على الايباد انا اول هي بعتها لي كده في الشات فانا اول ما شفت واو ماذا الجمال ايه ده ايه المستوى ده لقيتها بالكاتبة بقى تعليقة على الكلام والله يا دكتور البرنامج دوت انا حس ان هو يعني ضعيف قوي شايف الرسم وحش ازاي ودوت ميلقش خالص ايه ايه انت ميلقش انا افتكرت من ده احسن حاجة عندك وبعدين بصراحة قلت يعني هو في احسن من كده في احسن من الرسم ده ما اظنش يعني لحد ما جبنا بقى يعني نادى جابت الايباد واشترت البرنامج دوت ومشاء الله المستوى وصل لكده المستوى وصل ان الهيكل الطرف العلوي والسفلي موجودين في صفحة واحدة ايه ثري تقدر ان انت هتحملها من على النصة وتطبعها او ما تطبعهاش احنا هنطبعها بس خليها لوقتها في وقت ما ذكر دلوقت ان الكتب بتاعتك وافتحها بس كده على الايباد او التابلت اللي معاك او الموبايل وعد عليها بيعنيك بسرعة فهتفكر كل اللي تألف من المحاضرة ودلوقتي المحاضرة اللي بعدها والمحاضرة اللي بعدها الحركة في النبات والحركة في الانسان كل حاجة تتعملك في ورقة اسري تلملك المعلومات كلها بكل الانفاظ اللي احنا قلناها والتاكات اللي احنا حكناها ونوصل للمستوى دوتا عايز اقول لكم بقى ان بينكم دلوقتي حد جميل برضو طالبة اسمها نورهان نورهان من سنة تانية وهي بتعمل تلخيصات وموجودة دلوقتي على الجروب طالب التانية ثانوي لما انتم كنتوا في تانية ثانوي كنتوا بتشوفوا الكوميكس اللي هي بتعملها وتلخيص الحاجات اللي هي بتعملوا وجروب مليان بالحاجات ديت وبتعملها بشكل ابداعي جميل جدا بصراحة لحد ما التيم بعث للصورة دي ايه الصورة ديت؟ يعني نورهان عاملة الجزء هيكل عظمي من ناحية قدام وهيكل عظمي من ناحية وراء وكاتب الكلام يعني الجزء الوجهي شرحوه هنا الفك السفلي الفقرة الاولى اطلس والفقرة والطرقوه والطور لوح الكاتف كلام كتير 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 من ناحية قدام وبعدين تكملة الهيكل العظمي من ناحية وراء وبعد كده هنا الغضاريف ومعلومات كتير يعني نسيجها ضم هيكلة ما فيهاش كالسيوم ما فيهاش اوعية دموية ورغم ذلك حية فيه غلاية غضروفية شحاتة عشان بتاخد الغذاء والغزاء والعظمي من الشاروه هكذا وموجودة من الاجسام وموجودة فين في الانف والأزم الحنجرة وبين قصة والضروب عندها الاشطاق العيني الاربطة وشرحاها الاوطار وشرحاها ايه ده؟ يعني كلام مبدع مبدع بجد يعني في صورة واحدة والكواليتي بتاعتها يعني بص كل ما اعمل زوم الكواليتي ايه دوت يعني عظيم ما شاء الله حاجة جميلة جدا انا وبص دلوقتي للشغل وبص للتيم وعايز اقولكو يعني صدقا ده فيديو كده تقديم امتنان لنادا ونورهان وباقية التيم كله يمكن علشان فيه اجزاء بتظهر لكم يعني مثلا المونتاج ممكن بعد منتاج فيديو مثلا فانا امدح فيه دكتور رحمد رضا ابوش مهندس ابراهيم الناس لهم بيمنتجوا فيبنلكوا ان هما دول ديهم تأثير في الصناعة بتاعة العائلة الجوهرية وتقديم المحتوى بس فيه مادة علمية فيه ناس مسؤولة عن الكتاب والمراجعة الدقيقة لكل حاجة فيه دلوقتي كريم قاعد معايا وانا بصور للمحضرة وبنراجع مع بعض الاسئلة قبل مطلع طب والله يا دكتور احنا ممكن نقول المعلومة هنا خد بالك يعني فكر الطلبة بالحتة دي هاي السؤال ده حلو وخليهم ممكن ايه رأك يا كريم لو كتبنا كذا ام جالي اه حلوة دي ممكن نزود كذا ويبقى المحاضرة عشان تطلع في احسن صورة ممكنة محضر البيدي اف اللي انا هشرح منها على الصبورة مع بعض ويساعدون من هما نجيب صور اكتر الصورة دي حلوة لا معلش يا كريم رجع دي هات واحدة تانية ابحاس لي عم مش عارف ايه طب تعالى نجيب مع بعض هات الصورة بعد هالن وهكذا وعبد الفتاح ومحمد وتيم العلمية كله عدد ضخم من الناس وهما بيجوه على الاسئلة بتاعتك واتمنى يعني لان انا بشوف كده وبتابع الناس بيردوا عليكم بحب واحيانا بيبقى فيه اخطاء طبيعي مش اخطاء علمية على قد هما هي شخص مثلا من كتر الضغط فايه فجاوبك بسرعة شوية بس ده قلال جدا 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 الغالبية العظمى 99% من الردود انا بقاعد يعني مبسوط الناس بتشتغل بحب فعلا لان هما زي اقولتلكوا كلهم ياما كانوا زملائي ياما كانوا طلابي هما مازالوا اصدقاء يعني ياما كانوا طلابي في الايام وهم دلوقتي اخواتي اكتر من اخواتي كمان لما بقول العائلة الجوالية فهم فعلا بحسها قرابة دم كمان تيم المتابعة والحوارات اللي بتحصل مع تيم المتابعة لما يتصلوا بيكوا واردود فعلكوا واردود فعل اولئكوا والقصص اللي انا بسمعها منهم يعني كل بسمع كده القصص اللي بتحصل في الاتصالات حاجة جميلة جدا روح روح حلوة وقديه هما فعلا بيحبوكوا ونفسهم يساعدوكوا وان لما حد منكوا يبقى عنده مشكلة بقولهم انا مش عارفة زاكر مادة فلنية هتلاقيهم بتتكلموا معاك وبيساعدوكوا هما على قدر المسؤولية دي وهم ناس مختارين بعناية انهما يردوا عليك بشكل لبق ويردوا عليك حاجة فعلا تفيدك مش كلام انشاء وخلاص وبصراحة برضو ردود فعلكوا عليهم جميلة جدا 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 يعني والشكر اللي بيوصلني منكوا او من اولئة اموركوا حاجة يعني بتخليني نفسيتي في حتة تانية خالص وده راس مالي راس مالي نفسيتي بقى كويسة راس مالي رواقاني ان انا بقى رايق علشان لما اطلع اقدم قدامكم المحتوى يبقى طالع من القلب فعلا يبقى كل كلمة انا حاس بها فعلا تيم الدعم الفني وحل مشاكلكوا العويصة وانسيت الباسورد بتاع المنصة ومش عارف اشترك مش عارف ايه والحاجات ديت كلها وعايز العروض وعايز الكورسات اوصلها ازاي وهم برضو بيردوا عليكم بشوف ان هما لا المستوى السنة دي في حتة تانية خالص تيم السوشيال ميديا والرد على الكومنتات والحوارات اللي بتحصل بتبقى ازاي جدا فالاصد يعني طول ما انت بتتعامل معانا بالشكل المبهج ده صدقني مش هتلاقي مننا غير كل هذه البهجة والمود العام او المزاج العام بتاع العملية التعليمية كلها يبقى كويس والعلاقة ما بيننا علاقة احترام وعلاقة نفع تبادل منفع احنا بنكسب منكو ماديا ايوة وبنكسب منكو حسنات وده والله ده الاحسن والله ده الاهم وده غرضنا الكسب المادي مهم ايوة طبعا انت همك الفلوس لا مش همي الفلوس انا غرضي اه ان انا نكسب منديا اكيد عشان الناس دولة ده مصدر رزق الناس واحنا بنقدم لك محتوى والله ممنسترقكش يعني اه مش عارف مين مرة يقولك ايه حد كان بيقول يا عم ده ده بيشتغل بالفلوس لا يا راجل ومالفروض الناس تشتغل بايه يعني مطبيعي بس اظن انتو ملاحظين كده واتمنوا الله سبحانه وتعالى نحل مع بعض قدر كبير جدا من الاسئلة وكل سؤال نعصره ونطلع منه يعني افضل ما فيه وكمان ان احنا نتواصى بيننا وبين بعض بالخير وستدوني الواحد لما بنصحكم بحاجة انا بنصح بنفسي بيها ودايما ما بقاش بقى يقول هو ايه في المحاضرة الاولى هقولهم كذا المحاضرة التانية هقولهم كذا لا لا خالص هو النهاردة ايه الخاطرة على ذهني ايه حاجة شغل بالي فتلاقيين لما باقولها باقولها وانا حاسس بها فعلا وانا عايز اقولها لنفسي قبل ما تبقى ليك ومش معنى أن كل الكلام اللي أنا بقوله أنه بعمله إنت ممكن تقول ده أحمد الجهري ده إحنا بنتأخذ قضاء يا عم ربنا استرني ربنا استرني مش معنى أنه أنا بقولك اعمل كذا أنه أنا بعمله لا ده أنا بجاهد نفسي إمكان أنت بتعمله حسن مني أنا بجاهد نفسي من أنه أنا أعمله فبقولك فهم من باب أتأمروا الناس بجري وتنسوني أنفسكم فنستحي من نفسي بقى لو أنت بتقولهم كذا ما بتعملش فلما بقولك الحاجة دي ببقى أكثر نشاطاً وأكثر إقبالاً على فعله ولكن أحياناً نفسي تغربني ما أعملهاش وأحياناً بعملها أحسن منها فاهمني؟ فيعني أنا مبسوط مبسوط وطالع في الفيديو دوت الخفيف ده إن إحنا أنقلكوا الإمساط دوت وأسأل الله سبحانه وتعالى إن العام كله يستمر بهذه الطريقة انتظروا شغلة جامد جداً في المحاضرات اللي جاية شغلة أفضل بكتير من البداية السنة كمان وإن شاء الله ده اللي إحنا متعودين عليه يعني بفضل الله إن أول السنة غير آخر السنة خالص بنختم بمستوى غير اللي بدأنا به والسنة اللي بعدها بنختم بمستوى غير اللي نهينا به وهكذا فبس سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحبكم في الله والله العظيم بيحبكم في الله تنسوش دايما 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 صلوا على رسول الله سلام عليكم